استعادوا الاول نشوف مشاهد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك ونبدأ بالمشهد الاول مشاهد بالجملة لكارتيرون مشاهد تستحق الكراءة المشهد الاول النهارده نادي الزمالك افل ملف باتريس كارتيرون بعد ايام من حالة الشد والجذب اللي كانت مسيطرة على علاقة الطرفين ومش بس كده ده الصفحة افلت بشكل محترم ولكل مبسوط وراضي على عكس كل الاخبار انتشرت في الساعات اللي فاتت ده المشهد الاول تاني نشوف بقى المشهد تاني المشهد الاول تاني حلو المشهد الثاني كارتيرون في ولايته الثانية مع الزمالك واللي بدأت في شهر مارس 2021 وفاز فيها باللقب الدوري ما كانش بنفس حجم النجاح الكبير اللي حققه فيه الولاية الاولى والدليل وضعية الفريق الحالية في دوري ابطال افريقيا والدوري واللي كانوا اهم اسباب التعاقد معه لو رجعنا شوية بالوقت هنلاقي ان كارتيرون اللي رجع الزمالك في وجود لجنة الكابتن حسين لبيب كان غير مرحب به بعد عودة رئيس المجلس الحالي وده كان بسبب طريقة رحيل المدرب في الولاية الاولى وكان واضح ان الانفصال جاي جاي وده اللي حصل بعد جلسة المدرب مع رئيس الناج المشهد الرابع مجلس الزمالك الحالي بعد فوزه في الانتخابات اكد ان هدفه الاستقرار الفني وما فيهش تغيير لكارتيرون لكن المدرب ما كانش واصق من التصريحات واعترف بقلقه في الفترة اللي فاتت خلال جلسته مع رئيس الزمالك اللي تم ازاعته على مواقع التواصل الاجتماعي المشهد الخامس لقطة النهاية في قصة كارتيرون مع الزمالك كان فيها مفاجآت كتير ابرزها هي الاتفاق على رحيله بعد حصوله على راتب شهرين راتبه الاساسي وشهر اضافي وذلك بالاتفاق بين الطرفين ولعدم تقدم اي منهما بشك والده الاتحاد الدولي لقوات القدم وتم سياغة هذا الاتفاق بشكل قانوني المشهد السادس الجهاز الفني الحالي للزمالك اصبحت رأسه اسامة نبيه المدرب العام بشكل مؤكد ومعاه احمد عبد المقصود مدرب مساعد وايمان طاهر مدرب حراس مرمى في انتظار التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد لخلافة باتريس كارتيرون هذه هي المشاهد الستة من مشوار رحيل كارتيرون تعرفين شد وجذب يمشي يعد يعد يمشي وبصراحة شديدة انا شايف رحيل كارتيرون مسؤول عنه اولا واخيرا هو باتريس كارتيرون هو اللي مقدمش عطاءات كبيرة لنادي الزمالك منذ بداية الموسم منذ بداية الموسم الزمالك يترنح على مستوى النتائج مش هي دي النتائج الطبعية الحامل لقب الدوري لا في الدوري ولا طبعا في دوري ابطال افراج اشتركوا في القناة اكترسي قنقر اشتركوا في القناة